إرهابي ولا مناضل من أجل الحرية يا حباز لمفندي في عبارة بتقول إرهابي في نظر البعض ممكن يكون هو نفسه في نفس ذات اللحظة مناضل من أجل الحرية في نظر البعض الآخر وإي عبارة بتعكس الطبيعة النسبية لبعض الأحكام في الحياة كما في السياسة تعالوا ناخد الأمثلة الآتين واحد نيلسو منديلا وحزب المؤتمر الوطني الأفريقي هو مناضل من أجل الحرية بقيادته لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي ويعتبره الكثيرون الآن رمزا للنضال ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وصولا لأنه حصل على جائزة نوبل في السلام ولكنه كان مصنفا كإرهابي خلال فترة الفصل العنصري لما وصفته الحكومة حكومة جنوب أفريقيا والعديد من الدول الغربية زي الوقت المتحدة الأمريكية وبريطانيا وصفت نيلسو منديلا ومعه حزب المؤتمر الوطني بأنه منظمة إرهابية بسبب استخدامه للعنف وأعمال التخريب ضد النظام العنصري آنذاك رغم عن اعتراف الدول دي ساعتها برضو بأنه النظام كان عنصريا اتنين الجيش الجمهوري الآيرلندي هو جيش مناضل من أجل الحرية من وجهة نظر القوميين الآيرلنديين لأنه تنظيم حارب من أجل استقلال آيرلندا وإنهاء الاحتلال البريطاني من وجهة نظرهم وتوحيد آيرلندا وهو نفسه في نفس ذات اللحظة تنظيم إرهابي بالنسبة للحكومة البريطانية والكثيرين ممن تأثروا بهجمات الجيش الجمهوري الآيرلندي بما في ذلك المدنيون الذين اعتبروا هذا الجيش منظمة إرهابية بسبب التفجيرات والاعتداءات العليفة التي نفذها ثلاثة حركة الماو ماو في كينيا وكان ينذر إليها من قبل معظم الكينيين والأفارقة على أنها منظمة مناضلة من أجل استقلال كينيا ضد الحكم الاستعماري البريطاني في الخمسينيات لكن السلطات البريطانية الاستعمارية صنفت حركة الماو ماو بأنها منظمة إرهابية مما برر قمعها يعني قمع إنجلترا الوحشي للمتمردين الكينيين الأمثلة دي بتوضح كيف يمكن أن ينظر إلى نفس المجموعة كمحرر أو كإرهابي في نفس ذات اللحظة طبعا ده اعتمادا على المصالح السياسية وعلى الرؤية الأيدولوجية للطرف الذي يقوم بتبني موقف ما علشان كده قالوا somebody's freedom fighter is somebody's terrorist ويجعلوا عامر يا جناب الكوماندا المهم 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 شكرا